أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السلام يقول أنا اعتدت بعد الأذان أن أصلي رقعتين وبعدها أجلس جسد التورق ثم أدعو الله عز وجل وهذا الفعل بصفة شبه دائمة السؤال هناك من أنكر هذا علي وقال إنه لا أصل له وإذا أردت أن تدعو آخر التشهد في السنة التي أديتها هل إنكاره علي صحيح؟ علما بأن هذا الموقف له أكثر من شهرين ومن وقتها أصبحت لا أدعو بصفة التي استمررت عليها خوفا من أن يكون عملي هذا بدعة فأفتون مأجوري هذا الكلام غير صحيح لك أن تدعو في الصلاة وخارج الصلاة لك أن تدعو الله في الصلاة النافلة والفريضة وخارج الصلاة والدعاء بين الأذان والإقامة محل هو من مرجو الإجابة من الأزمنة التي يرجع فيها إجابة الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة فادعو الله في صلاتك النافلة وادعو الله بعدها إلى أن تقام الصلاة وأنت على خير والحمد لله نعم